أنا همشي معكم واحدة واحدة لو أنتوا هتكتبوا بقى المعايير يعني تقول مثلا إيه أنا هكتر دي النهاردة عادينا على ترابيس الاتحاد الكورة دلوقتي وبنقول يلا طب حطوا لنا جماعة خمس ست معايير أو أكتر عشان نختارها على أساس هنمليل الفني إيه هي المعايير دي يعني إيه كلمة بقى عشالناسبة تستويش برضو نعملين ولمعايير ومش من ترجمها قصص اه اتفاق أجندة واضحة نقط وخريطة عمل حاجة عارفة إيه عليها مربوطة بالزمن مربوطة بالزمن يعني خطة زمنية مربوطة فيها أهداف واضحة طبعا اه إيه هي بقى الأهداف الواضحة تكوين جيل لو أنا عندي مشروع واضح واطلع علينا بمنتهى الشفافية للناس ما فيش أي آزمة أبدا هو منتخب السنغال اللي بدأ تكوينه في 2012 المنتخب المرعب اللي بنتكلم عنه دلوقتي ده اللي بدأ تكوينه كان فينا على الصحة الأفريقية من فترة 2008 لحد ما بدأ الجيل الحالي بتاعهم اللي هو بدأ ينور قوي في 2015 قعدوا ستة سبعة سنين مش موجودين مش موجودين اكتبوا تماما ليه لأن هما بدأوا يعملوا مشروع فلازم أننا أطلع بمنتهى الشفافية والجراءة واطلع أقول والله أنا عندي مشروع هعملوا واحد اثنين ثلاثة خفض عمار اللاعبين مع تكوين جيل جديد يقدر يوصلني 2026 زي ما قلت لو أنا اتكلمت في خطة طويلة الأمد أكتر من كده يبقى صعب جدا تنفيذها على أرض الواقع فخلينا نتكلم على الأربع سنين الجايين هلوين أوش الأربع سنين الجايين عايز أعمل خطة لكسل عالم 2026 نحط فيها بقى أعمار اللاعبين خفضوا معدلات الأعمار بتاعت اللاعبين دي عشان أقدر أوصل بجيل متجانس ما بين كل الفئات السنية اللي هي موجودة دلوقتي في المنتخب أول لأنا عملها ريبلاسمنت أو تغيير أو استبدال دي نقطة مهمة جدا انتظام المسابقة المحلية دي واحدة لازم أي مدير فني بيحترم عمله وبيحترم الشغل اللي عايز يعمله طالما هي بنتكلم في مشروع مش بنتكلم كارلوس كيرويت بالمناسبة بقى له ست سبع شهور الناس فاكره بقى له خمس سنين الرجل بقى له ست سبع شهور مش مصدق فالراجل لو أنا عايز يقعد وعايز يستفيد منه يبقى الرجل ده لازم هو نفسه يقوله والله أنا عايز أجندة واضحة فيها عدد فرق واضحة جداول زمنية واضحة الفويدز أو المساحات اللي هتسيبوني أشتغل فيها والأوقات اللي هتسمحوا لي أن أنا أضم فيها اللاعبين وألعب فيها مباريات دولية عشان ما نرجعش تاني لقصة التصنيف وإحسانية حاطنا تصنيف أول وتصنيف تاني قبل الإفنتات الكبيرة دي نقطة واضحة جدا ومهمة جدا لازم يحصل عليها اتفاق بالمجر